لكن هاي هات يعني بابيه خلاص اعتقد حسم قراره بالانضمام لريال مدريد فيه اخبار عن الصفقات اللي منعادة تقيل في المركاتو اللي جاي اكيد المركاتو اللي جاي فيه صفقات كبيرة جدا يمكن صلاح هو المتصدر المشهد في المركاتو في انجلترا برشلونة صفقة صلاح متوقف على صفقة ايرلينج هالند النهاردة صحيفة السبورت اتكلمت ان تشافي مرحب جدا بانضمام محمد صلاح لبرشلونة واعتقد صلاح كمان بيحلم بالله في برشلونة ولكن الصفقة الاهم بالنسبة لبرشلونة الصفقة الاهم بالنسبة لاخوان لابورتا هو ايرلينج هالند مهاجم بروسيا دورتون واعتقد ان برشلونة بعد ما اتحدد لها سقف انفاق 144 مليون بس على الرواتب والميزانية النادي هيكون صعب جدا تعاقد مع اتنين لعيبة خصوصا ان صلاح طلب مبلغ كبير جدا انت عندك معلومة سبوتيفاي لا طيب برشلونة هتوقع اتفاق تم وانتهى لكن لم يتم توقيع العقود لكن المعلومة اللي عندي ان اتفاق تم رسمي ان سبوتيفاي هترعى برشلونة في مقابل 231 مليون يورو فده ممكن يبقى يعني عمل مؤسر جدا وحاسم جدا في صفقة من العرتي زي صفقة صلاح لو فكروا يضموا معا حد تاني هو العائدات اللي جاية لبرشلونة مع اخوان لابورتا كبيرة جدا لو شفنا لو اتكلم هو اخوان لابورتا ان هو هيبيع برسا ستوديو برسا ستوديو هيجيب له 350 مليون ولكن الاتفاقات دي كلها لسه لحد الوقت ما توقعتش فمقابل ده اللي جا ما قدرتش تفتح لهم سقف الانفاق على العكس ريال مدريد اللي سقف الانفاق بتاعه اللي جا حددته بسبعمية حاجة وستين مليون ففرق جدير جدا ما بينه وما بين برشلونة ده ممكن يقاه ريال مدريد انها تتعاقد مع اثنين لعيبة من الهار التقيل كيليا نمبابي ده اعتقد ان هو صفقة محسومة بالنسبة الريال مدريد واللعب التاني اعتقد ان هو ما بين روبرت الفانتوفسكي وويرلنج هالند وهتبقى سيزون يعني اعتقد ان هو سيزون قادم صعب جدا هالند غالبا غالبا بنسبة كبيرة جدا في السيتي يمكن ان اعلام الانجليزي رايح لمنشستر سيتي وحتى والد اللعب بيختار منشستر سيتي وهو عايز يلعب في سيتي مع باب جورديولو هو عايز يلعب فانديا كتير بس انا شايف ان هو هالند حاليا بيكلمه ان هو بيختار المشروع وبيختار المدرب قبل الفلوس لكن واحد معه وكيل اعمال ومينو رايولا اعتقد ان الفلوس بالنسبة له تبقى رقم واحد لان مينو رايولا بيفضل المصلحة المادية بالنسبة اللعب بتاعه عن المصلحة المشروع الرياضي فاحنا بنتكلم السيتي هو النادي الوحيد اللي يريد يقدم لك لتنين اللي يقدم لتنين عايز ده وعايز ده لتنين يمكن بس لو اتحسن موقف بيب جورديولا من سواء هيجدد او هيكمل مع مانشستر سيتي او هيرحل عن مانشستر سيتي هي اللي هتحدد بالنسبة كبيرة جدا ايرلينج هالند اللي هو برضو عنده حلم اللعب للقدمين الكرة الاسبانية بس هي ما بين التلات اندية مانشستر سيتي ريال مدريد او برشلون اسم صلاح مرتبط بأعز قفل صلاح صلاح مرتبط بحاجة تانية غير بارسا ولا بارسا هو الاقرب لو ما نجحتش المفاوضات مع الليفر هو صلاح حاليا وكيل اعماله بالتغريدات اللي بيكتبها والتعليات اللي بيعلقها على تصريحات يورجون كلوب يمكن بيجذب المهتمين شوية بمحمد صلاح واعتقد محمد صلاح حاليا كلاعب كورة هو يجذب اي نادي بس مين اندية على مستوى العالم تقدر تتحاقد مع محمد صلاح نستبعد الاندية الايطالية بشكل كبير جدا ما يقدروش على الراتب صلاح طالب والمانيا برضو ما بيدفعوش 500 الف يورو يمكن المانيا فيش غير باير ميونيخ وباير ميونيخ معروف في عينة اللعبة اللي بيجيبها مش هيدفع الصفاقات دي احنا بنتكلم في ريال مدريد او برشلونة اعتقد النادي اللي هيدخل في صلاح بقوة على حسب حسم صفقة تيلي هو باريس سان جرمان لكن انا لو ما كان محمد صلاح او لو من الاشخاص اللي بيقدروا انصحوا محمد صلاح مش هنصحوا بالانضمام لباريس سان جرمان لان مهما كان باريس سان جرمان انضمله ليونيل ميسي لكن ما قدرش باسم ليونيل ميسي وحجم ليونيل ميسي يجزي بالجماهير اللي متابعة الدور الفرنسي